فيه وقت كتير وده جزء من الحوار اللي كان داير بيني وبنضيفي طبعا كابتن كبير فتحي نصير اللي لازم اراحى بيه طبعا بداية في الاول واشكره على وجوده معنا النهاردة مسأخير كابتن فتحي يعني بس خليني اقول للناس انا كنت بكلم دايما انه فيه وقت كتير جدا لما الفوارق بين كل نادي والتاني بتكون كبيرة كل واحد بيلعب على قد امكانياته كنت بقول الكلام ده لكابتن فتحي كان بيعمل مقارنة سريعة ما بين شكل واداء الاهلي في البطولة زي كاس العالم وهو بيقابل الكبار مع وجود فارق كبيرة جدا على كل مستويات وبين شكل الاهلي في الدوري وده يمكن اول محور انا مجهزه النقلة اللي حصلت احنا عشان نبقى منطقيين وموضوعيين وما بنخبيش عليكم ولا بنجذب عليكم انا شخصيا كنت رايح البطولة دي والان زي كتير من جمعين نادي الاهلي بس كان رهاني على انه روح الفانيلا الحامرة على انه شخصية النادي الاهلي تبين في المواقف الصعبة وقد كان سواء في المباراة اللي كسبناها قدام التحاد جدة 3-1 او في المباراة اللي خسرناها قدام في الومانينزي 2-0 هنا الاهلي ما بيلعبش على قد امكانياته الاهلي بيلعب بأكبر بكتير جدا من امكانياته ده ظهر في شخصية البطل بصرف النظر عن النتيجة اللي ما تحققتش او اللي احنا كنا بنتمنها وانه الاهلي يكون في المباراة النهائية هارد لك في البداية على الخروج طبعا شوف النهاردة احنا بنقول هارد لك انك انت رايح تلعب على مركز ثالث ورابع في كاس العالم اولا السابع ان شفت المقدمات بتاعتك والانترو بتاعك ويمكن وفرت علي حاجات كتير الواحد حيقولها لا ده احنا هنستزيد من خبرتك الكبيرة يا كابتن فاتح الله يخليك يا امو حميد احنا عندنا النقطة بتاعتنا او انت تقارن بيها او اللي انت بتشوف فيها انا بقول الدور المصري والدور البرازيلي في هذه المباراة الدور المصري والدور البرازيلي يعني ايه انت بتلعب الدور البرازيلي بدور مصري الدور المصري لا يرقى الى الدور البرازيلي وده بطل الدوري البرزيل وانت بطل الدوري المصري دوري المصري ده بطل أمريكا الجنوبية كابتن فرح أنا مستغرب بصراحة سيبك من النتيجة واسيبك من نكسب الآية 2-0 يعني ده طب المستوى اللي أنا شفته من إنزل الأهلي خدوا مبارح في الشط الأول غسلوا مكوى ده بطل أمريكا الجنوبية للأسف 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 إن إحنا لازال رأس الحربة مفقود عندنا لو في العام الماضي رأس الحربة موجود كنا هنروح في حتة تانية لو السنة دي رأس الحربة موجود كنا هنستريح من الشط الأول ما إحنا قدمنا كل الشغل ده الكلام ده لو إحنا وقفين ومقوقعين قدام الجول قدام الشناوي والشناوي عمال يشود ويصد وكذا أبدا ده إحنا رحنا كتير ورحنا كذا لعبت لعبت قدام لو في رأس حربة حيترجم نص اللي جوال دي نصها تبقى ثلاثة مش هقول للخمس ست فرص اللي هما فرص فرص يعني مش بتاع وبعدين ما إحناش موفقين في هذه المباراة رغم أن إحنا ما عندناش رأس حربة لكن إحنا مش موفقين وبعدين عندنا حكم للأسف يعني هو حكم من هيك السعالم بس مش هيعيش عليها كتير يعني مش مفروض يبقى هو في الطب على طول أنت ما حسبتش لكهرباء ضربة جزاء ما تحسبش عليها ضربة جزاء ما هلتنيت زي بعض يعني المقياس والمزورة والبتاع واحدة فأنت ما حسبتش دي وبتحسب ديه وبتأثر كمان نفسها في الملعب يعني إحنا دايما بنقول إنه الدعافة والمعنويات فيها جزء كبير جدا وانت بتلعب في الطولة كبيرة زي كاس عامل عندها بتهيق لي اللعيبة اللي في الملعب بتبقى حسب يعني مستوى معين من الإحباط من القرارات دي بشكل كبير سواء القرارات اللي بتحسب عليك أو القرارات المفروض تبقى ليك وما بتلاقيش من الحاجة من رضة فعل اللي هي قرارات مصرية لم يعتمد على الفور البار كمان للأسف هم حسوا من ده الرجل ده حكم من هيك السعالم حصل عليه حسوا بضعف أمامه لكن لا ما تبقوش قانون ده أنا أقف أقوله تعالى شوفها حتى لو أنت أنت حسابها ماشي تعالى شوفها تاني إحنا شايفين إنها لأ لا هو الفور كأنه ما كانش موجود أو كان عطلان مبارح أو كان بيعملوا شايد شايد ما شافش حاجة شايد ما شافش حاجة لا لا شايد ما شافش حاجة خليني أبص للمئة وتمانين ديامة حضرتك كتير من جماهيرنا دي الأهلي بتشوف إنه من النقيد للنقيد يعني من مستوى إلى حد كبير فردين وجماعيا متراجع نتائج ما هيش أفضل حاجة لا في دولي الأبطال ولا في الدولي المحلي ولا حتى في الدولي الأفريقي لما كنا نلعب فيه لنقل مع أبطال القراط يظهر الأهلي فيها في خلال مئة وتمانين دقيقة الفصل الزامني منهم يقل من اتنين وسبعين ساعة بالمستوى الرائع ده تفسيرك لده يا كابتن فتح تفسيري هي دي حقيقة فرقة النادي الأهلي من زي أنا ما أقول أنا قلت في الأول الدولي المصري هو بيجيبك تحت ما بيطلعكش أي فرقة بتلعب النادي الأهلي بتتكتل قدام المرمى وكلهم ودفع منطقة ونحاول وهجمة مرتدة ونوصل ممكن نجيب جول نكسب ممكن ما فيهش هذي احنا نتعادل وكده فدي بتنزل مستوى النادي الأهلي الطاقة المكنونة اللي عند اللعبة عمرها ما طلعت فيه الدور المصري ايه الطاقة المكنونة دي اللي هي طلعت فيه جدة طلعت فيه جدة ازاي ان انت بتشوف اللعبة اللي بتجري اللعبة اللي بتشترك السرعة الأداء مش العنف الرجولة في أداء في الملعب كل اللعبة بدون استثناء اللعب أساسي والبدلاء كلهم نفس التفصيلة نفس الوضع نفس القصة انت لقيت مستوى تاني لقيت ملاعب لقيت جمهور برضو جمهور كان له دور طبعا طبعا كل الحاجات دي بتطلع منك انت امكانياتك الداخلية المدفونة ما تطلعش هنا في مصر ليه ما تطلعش في مصر ما فيش الجمهور اللي احنا بنقول عليه ما فيش الملاعب الصالحة اللي بنقول عليه ما فيش المساحة بتاعت الفرق اللي قدامك اللي بتشدك هناك فيه منافسة انت مين أنا مين يعني انت بتلع انا بنزيمة انا ياسر يعني فيه فيه منافسة داخلية مش مستنية المدرب يرفع ويديهم دوافع اللي هي كاس العالم كل واحد عنده الدوافع بتاعته متولدة متولدة وبيقدي مية عشر في المية من العالم عنده اكتر كلهم بدون استثنى نعم